التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح مساء أمس التقى رئيس وزراء دولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد ليد بيبة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في رئاسة مؤتمر دعم استقرار ليبيا المقرر عقده اليوم بصفته رئيس الدورة رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري ونقل الشيخ أحمد ناصر خلال اللقاء أطيب تحيات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لدولة ليبيا وشعبها الشقيق مجددا دعم الكويت الثابت لليبيا وكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وتناول اللقاء مجمل أواصر علاقات الأخوة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وأطري تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات الحيوية والهمة بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين وبحث كافة القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وآخر تطورات على الساحتين الإقليمية ودولية